تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قدسة البابا توادرس الثاني بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح سيسي وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الثاني والاربعين وأكدت الكنيسة المصرية أن ذكرى استرداد أرض سيناء الحبيبة تذكرنا بما دفع في سبيلها من دماء للشهداء وجهود ديبلوماسية وأضفت أنه حتى يومنا هذا مذالت تلك الجهود متواصلة للحفاظ على أرضنا وصونها بالتنمية الشاملة بعدما قدم لحمايتها ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها وأنها تدعو الله أن يحفظ بلدنا مصر بكل أراضيها وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار